اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشاهدنا ايضا ارتفاعات الدولار الامريكي مقابل الين الياباني الذي وصل الى اعلى مستوى منذ عام 1998 الان عوائد السندات الامريكية تظهر احتمالات رفود في الاقتصاد الامريكي لكن في نفس الوقت الاتدرال الامريكي مجبر ان يرفع الفائدة تغيرت توقعات الاسواق بين ليلة وضحاها بعد صدور بيانات التضخم وارتفعت احتمالية ان يتم رفع الفائدة بمئة نقطة اساس هذا الشهر بل ايضا ارتفعت احتمالات رفع الفائدة بشكل متسارع طوال هذه السنة فيوم امس صباحا كنا نتحدث عن معدلات فائدة حوال ثلاثة وربع ثلاثة ونصف بالمئة لكن الان اصبحنا نتحدث عن معدلات فائدة ثلاثة طاصل خمسة سبعين الى اربعة في المئة مع نهاية هذه السنة كل ذلك تغير بعد صدور بيانات التضخم مما اكسب الدولار الامريكي قوة كبيرة مقابل سلة العملات الرئيسية نعم سلكيس هذه القوة التي تتحدث عنها التي اكتسبها مؤشر الدولار والدولار تحديدا يعني كيف اثر على اليورو هل نتوقع عودة اليورو نحو وكسر حاجز اليورو مقابل الدولار يعني هذا الزوج كيف من الممكن ان يستمر حالة التراجعات في ظل التفاوت ايضا بين قرارات الفدرال الامريكي والمركزي الاوروبي الان بالنسبة الى كسر حاجز التعادل ما بين اليورو والدولار الامريكي هو امر مرجع في الوقت الراهن هناك توقعات ان نشهد اليورو عند 98 سن البعض يتوقع ان نشهد اليورو عند 95 سن امريكي وهذا يعني انخفاض في اليورو خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الفرق في عوائد السنذات الامريكية عن نظيرتها الاوروبية عندما نتحدث عن الفوائد في البنك المركزي الاوروبي فنحن نتحدث عن رفع الفائدة في 25 نقطة اساس هذا الشهر لكن بالتدرال الامريكي اصبحنا نتحدث على الاقل 75 نقطة اساس وعلى الارجح 100 نقطة اساس وبالتالي من المرجع ان يبقى اليورو تحت ضغط هابط الا اذا طرأت مشتجدات حقيقية في البنك المركزي الاوروبي تفيد بان البنك المركزي الاوروبي سيتحرك لتجديد السياسة النقدية ورفع الفائدة باكثر من 25 نقطة اساس وما لم يحصل ذلك فاحتمالات انقفاض اليورو تبدو واردة جدا من وجهة مظر اقتصادية نعم وحتى يعني سركيس الباقي المعملات تحديدا الملاذات الامينة اذا تحدثنا عن اليان الياباني والحديث عن بعض الاصابات والارتفاع الاصابات بكوفيد 19 وتأثيرها ايضا على اليان الياباني في ظل القوة التي اكتسبها الدولار اليان وصل الى ادنى مستوياته تقريبا منذ عشرين عاما بالفعل اليان الياباني يعاني ضغط هابق قوي جدا يظهر على عوائد السندات مرة اخرى اتحدث عن عوائد السندات لانها قد تكون مؤشر مهم لتدفقات النقدية ارتفع الفرق في عوائد السندات الامريكية عن مثيلتها اليابانية باكتر من 40 نقطة اساس ما بين هذا اليوم ويوم امس نحن نتحدث عن 275 نقطة اساس لصالح السندات الامريكية وهذا ما تسبب في ضغط هائل على اليان الياباني ليقتر من 139 ين لكل دولار امريكي واحد الان اذا لم تتدخل حكومة اليابان اذا لم يتدخل البنك المركزي الياباني فهناك احتمالات ان يستمر الانتفاض الكبير في اليان الياباني فبنك اليابان المركزي يحافظ على اسعار الفائدة السلبية ويحافظ على تحديد الاقتصاد في ظل ارتفاع عدد اصابات كوفيد ماينتين في الصين والتي تعتبر الشريك التجاري الاول في اليابان فما لم تتدخل حكومة اليابان او البنك المركزي فهناك ترجحات بمزيد من الانصفات في دين الياباني وقد نشهد مستوية 140 ين لكل دولار امريكا نعم يعني ساركيز تتحدث عن الفجوة بين القراءات المركزي الاوروبي وايضا المركزي الفيدرال الامريكي والمركزي الياباني هذه الفجوة اثرت بشكل كبير على اليان الياباني ماذا عن اليوان الصيني هناك فجوة ايضا فيما يتعلق باسعار الفائدة وقيام يعني بنك الصين الشعبي بتثبيت سعر اليوان مقابل الصرف لعدة جلسات متتالية كيف تصف اداء اليوان الصيني الان هناك بعض الاختلاص التطيف عندما نتحدث عن اليوان الصيني مع نظرائه من العملات حيث ان بنك الشعب الصيني يقوم بتحديد سعر الصرف الاغلاقي بالنسبة لليوان الصيني وبالتالي شهدنا استقرار نشبي في اليوان الصيني على مدى الجلسات الماضية مقابل الدولار الامريكي هذا الاستقرار جاء بعد انخفاضات ملموسة في اليوان الصيني بنك الشعب الصيني ايضا ملتزم بسياسات تحديد معدلة التضخم في الصين بالفعل ارتفعت لكن هذا الارتفاع قد لا يمنع بنك الشعب الصيني ملأ الاستمرار في تحديد الاقتصاد اليوان الصيني في مجتوية تبدو ضعيفة مقارنة في مجتويته على مدى شهرين ماضيين لكن في نفس الوقت هذا الاستقرار قد يستمر في ظل تتبيت بنك الشعب الصيني لسعر فرق اليوان امام الدولار الامريكي نعم محلل اول اسواق مالية في ايكيتي جروب ساركيس نزار شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم